بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم آمين اللهم في كل وقت وحين مازلنا في رحلتنا مع الإمام المبجل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الجامع الصحيح وهو المشهور بصحيح الإمام البخاري وقبل ما نعيش مع منهج الإمام البخاري في الجامع الصحيح ونشوف شروط الإمام البخاري في قبول الأخبار في قبول الأحاديث أو رد هذه الأحاديث أحب أن أنا أقف مع حضرتكم على قصة الباعث في تأليف الجامع الصحيح لأنه كان هناك قصة كانت سبب في أنه شرع الإمام البخاري في تأليف الجامع الصحيح هو نفسه بيرويها وبيقول رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري كنا عند إسحاق ابن راهوي يعني سيدنا الإمام البخاري كان عند إسحاق ابن راهوي وده روى عنه الإمام البخاري مين هو إسحاق ابن راهوي ده يعني كان من أئمة أهل العلم وارتقى الإمام يعني إسحاق ابن راهوي منزلة عالية جدا بين علماء الحديث وساد في المشرق في المغرب في العلم وفي الحفظ وكان ممن تتلمز عليه وروى عنه كان الإمام البخاري فذكر الإمام البخاري أنهما كانوا عند إسحاق بن راهوي في مجلسه فقال إسحاق بن راهوي لهم ليه اللي بياخدوا منه العلم لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم أتمنى لو تقوموا بهذا الجهد العلمي أن أنتوا تقوموا بجمع كتاب مختصر لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإمام البخاري كان موجود في هذا المجلس فقال فوقع ذلك في قلبي الجملة اللي قالها دي يعني وجدت من آثارها الطيبة في قلبي وشيء كده خلاني عزمت إنه أنول هذا الشرف فبيقول فأخذت في جمعي الجامع الصحيح ده بيدل على أشياء كتيرة من أهمها بيدل على الرعاية الربانية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإن ربنا قيد للسنة علماء أجلاء شرفهم المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحديث الشريف وبرده ده واضح مما يعني ألهم به إسحاق بن راهوي أن يقول الكلام ده في مجلسه يقول الطلبة بتوعه للي بيرو عنه لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باين كمان من الرعاية الربانية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى لما يقول إسحاق بن راهويه ذلك يتقع يعني وقوع الكلمة دي وتأثرها في قلب الإمام البخاري وأنه يتلقى هذه الكلمة بهمة وقد كان ما وقر في قلب الإمام البخاري من الواردات والإلهامات الربانية والفتوحات الإلهية وده يعني بيسميه أهل العلم من رعاية التوفيق التي يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده لأنه أخذت هذه الكلمة يعني في قلب أو أخذت هذه الكلمة من الإمام البخاري مأخذها وبعثت في قلب الإمام البخاري شرارة كده البدء للعمل على تأليف هذا الكتاب اللي أسماه كما ذكر ابن الصلاح والإمام النووي عليهم الرحمة والرضوان في اسمه الجامع المسند المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه طيب العنوان الطويل ده يعني ماذا يعني به الإمام البخاري الجامع نسمى صحيح البخاري هو مشتهر بين الناس بصحيح البخاري واسمه الذي أراد الإمام البخاري أول كلمة فيه الجامع الجامع لأن الإمام البخاري جمعوا من خلال رحلاته الكتير من سماعاته ممن أخذ عنهم الحديث الشريف من أشياخ وهو أول كتاب طبعا جمع الحديث الصحيح الجامع المسند المسند لأنه مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن رواية الأحاديث اللي فيه روايتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة السند يعني البخاري بيقول أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى فلان فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الجامع المسند الصحيح الصحيح لأنه اشترت ألا يضع فيه في كتابه يعني الصحيح البخاري اشترت ألا يضع فيه إلا الخبر الصحيح أي ليس منه شيء ضعيف عند الإمام البخاري فيه صحيح المختصر لأنه طبعا الإمام البخاري انتقى مجموع هذه الأحاديث اللي هو أوردها في كتابه الصحيح من مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث أكبر بكتير من العدد اللي هو أخرجه فيه صحيحه يعني هو زي ما هو نفسه قال انتقى المجموعة دي وفق الشروط اللي حطها من حوالي ستمائة ألف حديث فاختصره فصار هو الجامع ده اسم كتاب صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه إيه سنن الرسول؟ سنن هنا بمعناها العام مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام يعني السنن اللي هي بتحمل لنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن في كل أموره كلها وكل أموره حسن صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أيامه لأنه فيه شيء من ذكر أيام النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت في الغزوات وفي القتال في العبادات في الأعراف في الأعياد في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك فصصنا كده شوية اسم الصحيح أو الاسم الذي وضعه الإمام البخاري لصحيحه لأنه الاسم ده مفتاح الدخول إلى فهه هذا الجامع الصحيح وأغلب اللي بينقضوا على صحيح الإمام البخاري إذا سألته على اسم الكتاب مش عارف اسمه ليه هو عارف بس أن اسمه صحيح الإمام البخاري فقط لكن عارف الاسم الخاص بالصحيح ما يعرفش والاسم ده مفتاح تفهم به منهج الرجل في كتابه في صحيحه الكتاب ده اللي ظل الإمام البخاري يقلف فيه مدة من الزمن أخذ في تصنيف هذا الكتاب 16 سنة انتقى أحاديث الصحيح وفق شروطه التي وضعها من حوالي زي ما قلنا ما يزيد كمان عن 600 ألف حديث سيدنا الإمام البخاري جمع كل هذه الأحاديث وبعدين شاف شروط علماء الحديث وزاد عليها من شروطه رضي الله عنه ونظم أو انتقى الأحاديث من جملة ما جمع الإمام البخاري وحطوهم وبين المنهج بتاعه في كتابه الصحيح واللي باين جدا من عنوان الصحيح واللي حبيت ندي بس كده يعني كلمة بسيطة في شرح هذا العنوان الخاص بالجامع الصحيح الحقيقة إنه بيقول الإمام البخاري نفسه في مسألة انتقاءاته للحديث وفق شروطه فبيقول إنه لقد خرجت كتاب الصحيح هذا من زهاء 600 ألف حديث وما وضعت فيه حديثا إلا واغتسلت وصليت ركعتين لله سبحانه وتعالى شوف شدة الإخلاص وشدة التحري وشدة شعوره بأنه ينقل حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولأنه في خطر عظيم لابد إن يكون الانتقاء وفق أو وفق منهج دقيق فلذلك كان بيقول بيوري وبيعرفنا المنهج ده مش كله صحيح ده أنا اخترت وفق الشروط بتاعتي إلي قدر إنه يقوم بيطلعهم من هذه المجموعة من 600 ألف حديث وفق شروطه ومع اعتبار شروط علماء الحديث أيضا في وصفهم للحديث الصحيح انتخبت المجموعة دي من زهاء 600 ألف حديث وما فيش حديث جاي أكتبه أو أستفتح إن أكتبه وأضعه في الصحيح إلا ويقوم الإمام البخاري خصيصا ليتوضأ ثم يصلي لله ركعتين قبل أن يكتب الحديث والحقيقة كتب الله تعالى للجامع الصحيح شهرة وذيوع بين أهل العلم جميعا يعني اهتم العلماء بالجامع الصحيح واهتم بيه كمان طلاب العلم في مختلف البلدان حتى ذكر الإمام العيني في ذلك قال لم يحظى كتاب من كتب الحديث بتناول العلماء يعني بتناول علماء فن الحديث وإنه إن صب كثيرا من أهل العلم ليضعوا شروحا لصحيح الإمام البخاري زي كتابه يحطوا شروح وإيضاحات سواء ده من المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم كل دول عكفوا على الجامع الصحيح للإمام البخاري لدراسته ولشرحه ولإيضاحه لأنه وده على حد سواء متقدمين ومتأخرين يعني لم يحظى كتاب بهذا الاهتمام كما حظي كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح وحنشوف ليه كمان لأن المسألة مش بس إنه المادة إنها في الحديث الشريف لا فقه الإمام البخاري وتبويب الإمام البخاري يضع عنوين لكل حديث فيها فقه وفيها فهم لأنه هو المحدث الفقه رحم الله تعالى الإمام البخاري الإمام المحدث الفقه المخلص محمد بن إسماعيل البخاري